في ضوء التفاقم السريع لوضع فيروس كورونا في العالم تسارع الدول إلى تطبيق إجراءات وتدابير صارمة جديدة لمواجهة موجة رابعة محتملة قبل فصل الشتاء حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصبح متحور دلتا مهيمنا في الأشهر المقبلة وهي معدية جدا بحيث باتت وراء 75% من الحالات الجديدة من الإصابات بكوفيد 19 في عدد من البلدان الوضع في ليبيا مازال يصنف عالميا في حالة الانتشار المجتمعي حيث شهدت الفترة ارتفاعا طفيفا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميا مقارنة بالأسبوع الماضي في حين بلغ متوسط الإسبوعي للاختبارات 4573 اختبارا بارتفاع 3% مقارنة بالأسبوع السابق وبحسب تقرير عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغ متوسط الإسبوعي للحالات الموجبة خلال هذا الإسبوع 600 وحالتين بانخفاض وصل إلى 4% وبالنسبة لحالات الوفاء فقد سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بكورونا ارتفاع متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 18 حالة يوميا وكذلك مؤشر معدل الوفيات وصل إلى 1.52% لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقرارا نتيجة تحسن الوضع في المناطق الغربية وطباط انتشار الفيروس في المناطق الشرقية لكن يبقى الحذر من أي ارتفاع مفاجئ يؤدي إلى خلل في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات بالإضافة إلى تلقي اللقاحات التي تعد خط حماية أول للوقوف في وجه انتشار هذا الفيروس الفتاك